حالة من الفراغ اكتسحت حياة الشباب في السودان بعد قرار المجلس العسكري الانتقالي حضر الانترنت في الثالث من شهر حزيران الماضي بعد ساعات من مجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش في الخرطو قرار حضر الانترنت أحدث شللا تاما في قطاعات التكنولوجيا المرتبطة بالخدمة وأثار غضبا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لكن محكمة الخرطوب الجزائية أمرت بإعادة الخدمة في التاسع من شهر تموز الحالي إلى حين النظري في دعوة تقدم بها أحد المحامين ضد شركات الاتصاد وقد حاولت السلطات الحكومية الطعن في قرار المحكمة قبل تراجعها أخيرا البنك الدولي قدر خسائر السوداني من إيقاف خدمة الانترنت بنحو 45 مليون دولار أمريكي في اليوم الواحد وهو ما يساوي مليارا و 665 مليون دولار أمريكي عن كامل مدة الإيقاف في حين تجاوزت خسائر الشركات والأفراد الذين ترتبط أعمالهم بالإنترنت 750 مليون دولار أمريكي في فترة الإيقاف وتضرر من وقف الخدمة بشكل خاص الشركات العاملة في مجال الدفع عبر الهواتف المحمولة وشركات النقل وسوق مواقع التواصل الاجتماعي الشباب السودانيون والاعتمادهم على الإنترنت في متابعة أنباء الحراك الثوري في البلاد تسبب إيقاف هذه الخدمة التي باتت أساسية في الحياة اليوم بحالة من البؤس لديهم ما دفعهم للبحث عن وسائل بديلة على رأسها التواصل المباشر بين بعضهم البعض واستخدام الرسائل القصيرة والمكالمات الهاتفية فقد كانوا يتلقون الدعوات للتظاهر بتلك الوسائل أو عبر التسليم باليد من قبل لجان المقاومة في الأحياء أو الشوارع ويخشى السودانيون من تكرار خطوة حضر خدمة الإنترنت التي ساعدتهم بشكل كبير في نشر أخبار حراكهم الشعبي ولاعبت دورا كبيرا في ثورة كانون الأول الماضي وكانت منصة لدحض كثير من السيناريوهات التي تحكو ضد الثورة والثوى ترجمة نانسي قنقر